اقلم بكم اعزائي مشاهدي قناة على الماشي انا نسي مفاهميه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها الورب فومس او اشكال الافعال وبالذات هنتكلم عن الافعال الاساسية الورب لان الافعال المساعدة لها الورب احنا اتكلمنا عنها قبل كده وهي ما فيها الشرحة بالنسبة الافعال الاساسية عندنا في الانجلش فيه خمس اشكال او فايف فومس للافعال الاساسية الاثثر مع شهرة في الخمس اشكال اللي هما التلات اشكال الاولية اللي احنا بنقول عليهم التصريفات بتاعت الافعال فاحنا بناخد التصريف الاول اللي هو اسمه البيس وده معناها اللي هو اصل الفعل قبل ما نبدأ في اشكال الخامسة لازم نعرف ان الافعال في الانجلش بتتراوح من ثلاثة لخمس اشكال يعني ممكن الفعل يبقى لثلاث اشكال اربع اشكال خمس اشكال معادة بس هو لثمن اشكال طبعا الانجلش في الموضوع ده يعني واضح وجميل جدا لان فيه لغات بتبقى معقدة جدا في تصريفات الافعال دي يعني حاجة مثل الفرنش مثلا الفرنساوي الفعل الواحد فيه اكتر من ثلاثين تصريف للفعل لانه بيتصرف في كل زمن مع كل الضماير بشكل مختلف اما في الانجلش فهو خمس من ثلاثة لخمس اشكال بس ودي حاجة كويس تعالوا مع بعض كده الافعال الاساسية ونشوف ازاي بنعمل الاشكال بتاعتها عندنا الشكل الاول اسمه زي نوضتلكه البايس او الاساس والاساس ده اللي احنا بنستخدمها لانه المصدر الانفانيتب وساعات الانفانيتب بيبقى فيه تو قبلها او من غير تو الشكل الثاني اللي هو بيستخدم فيه اللي هو التصريف الثاني اللي هو الباست سامل اللي بنستخدمه في الماضي البسيط الشكل الثالث اللي هو الباست بارتيسبل الباست بارتيسبل اللي هو التصريف الثالث الفعل اللي احنا عارفينه الشكل الرابع اللي هو البريزن بارتيسبل اللي هو الفعل وجنبه I am G آخر شكل اللي هو الفعل اللي مضاف عليه S أو ES وده بنستخدمه فقط في المدارع البسيط مع يعني ضماير الغائب أو الشخص التالت اللي هو المفرد الغائب تعالوا بقى ناخد شوية أمثلة على الكلام اللي احنا قلناه اللي هم الخمس أشكال للفعل احنا عندنا طبعا نوعين من الأفعال في فعل regular أو منتظم وده نهاياته في ال past sample والpost particle بتقبقى ممتهية ب ED وعندنا الأفعال غير مقتظمة اللي هي irregular وده التصريفات أو أشكال الفعل في الplace والpost symbol والpost participle بتبقى مختلفة أو ساعات يبقى متشابهين أو ساعات يبقى فيه اتنين متشابهين والتالت مختلف وهكده يعني لأنها غير منتظمة فبتختلف تصريفاته وده احنا بنحفظها عمتا هما مش كتير حوالي متين فعل في الإنجليش كله وفرب توبيه طبعا اللي هو الثمان أشكال تعالوا ناخد حاجة الفعل زي مثلا work الفعل work الplace بتاعه work ال past sample worked ال past participle بتاعه worked ال present participle working والthird person singular اللي هو المفرد الغائب بنحط له اسبة works بالنسبة لل present participle والthird person singular دول احنا نحضبها ما بنحسبهمش لأنه اي فعل بنحضب ال past راعته نحط لها img بقت present participle ونحط لها s أو yes بقت third person singular ابعال ال irregular مثلا لو خدنا في عالة زي cut هنلاقيه cut في ال paste وفي ال past simple cut في ال past participle cut وفي ال present participle cutting والthird person يبقى cuts يبقى عندنا cut وcutting وcut تلبيت أشكل حاجة زي sing يبقى sing هادي واحد sang اثنين sung ثلاثة singing اربعة والخامس لو sing سيبه فيه خمس أشكال ليه لقيمة ال paste تختلف عن past simple وال past participle ما يبقى قلنا إن إحنا بنهتم أكتر بالثلاث حاجات الأوليين اللهم paste وال past simple وال past participle وال past participle حسب الفعل يعني او اي اسعى لحسب الفعل ل third person singular تعالوا بقى ناخد شوية أمثلة على forms دي أو الأشكال دي بتستخدم إزاي خطبالكم لازم نفرق ما بين الأشكال والأزمنة لأن لازمنا حاجة تانية غير أشكال اول حاجة اللي هو paste الاساس الفعل أو مصدر الفعل ممكن نقول عليه infinitive المصدر بس اخدوا بالكم مساعات بيبقى infinitive معاه true أو من غير true تمام امتا بنستخدم paste اللي بنستخدمها في imperatives في الأمر أم حجبها هو الواحد open the door افتح الباب close your eyes close close هتلاقي open close دول في في المصدر بيستخدمه بعد أو بعد النرف هي ما قول لايك لايك ما ينفعش نحن نجيب أي تصريف أو أي شكل كان يلفعل بعد تمام أفعال في أفعال الإنجلش بتحب بييجي بعدها فعل تاني ودي اسمها الأفعال تسل سلي وساعات الفعل اللي بيجي بعدها ده لازم يكون في المصدر يعني مسلا هم أقول يعني هي ساعدته في إنه ينظف الغرف خدوا بدكم من كلمة clean في و جاي بعد كلمة دي helped okay ساعدته في إنه ينظف الغرف الب كمان بتيجي بعد الأفعال المساعد يعني أول مثلا i will visit الاقصر أنا هزور مدينة الاقصر فهنا كلمة visit لازم تيجي في لأنها قبلها تمام بس ياخدوا بالك مش كل اللي هي الأفعال النقصة اللي هي إنما مش كل هي الأفعال المساعد أما يجب تغني بسغط أعلى يجي بعدها برضو بدون أي إضافة كمان يستخدم في زي المدارة البسيط لأنه يستخدم من غير أي إضافات مع المفرد الغائب أي فعل في المدارة المصير نستخدم البسيط مع المفرد الغائب فمسلا يقول يقول she runs fast يعني بتيجي تصور runs هنا عليها s لأن she third person singular لما نقول مثلا إيه we like coffee يعني احنا بنحب الأول في like بتيجي من غير إضافات اللي هي paste علشان هنا في present sample أما الشكل الثاني للأفعال اللي هو past sample ده بيستخدم مع زمن past simple بس لو مثال يقول مثلا he worked hard yesterday يعني هو اشتغل بجد أو كويس أو امسلا نجي بالل past participle اللي هو الشكل التارث من الفعل وده بيستخدم مع past perfect مع زمن الماضي التام يعني ممكن نقول إيه I had bought a car يعني أنا اشتريت سيارة had والتصريف التالت أو الشكل التالت من الفعل اللي هو past purpose whole بيستخدم أيضا مع passive يعني ممكن اقول this chair is made of wood this chair is made of wall يعني الكرس ده معمول من الخشق هنا made تصريف التالت أو شكل التالت من الفعل make كمان بيستخدم في present perfect I have never been to Luxor عمر ما رحت مدينة الأقصر فهنا كمت been اللي هو التصريف أو شكل التالت من verb to be يبقى كده بنستخدم الشكل التالت في present perfect اللي هو past purpose ونستخدم ه present perfect ده بالنسبة لل past purpose present purpose وده بيستخدم في الزمن المستمر عمات يعني كان مدارع مستمر ماضي مستمر مستقبل مستمر ماضي مستقبل تم مستمر يعني حاجات كتير قوي أهم حاجة يكون كلمة she's running fast she's running fast يعني بتقري بسرعة i is running run نحط لها in ing طبعا الآن ماضي المستمر i was watching tv yesterday يعني كنت بشاهد التلفزيون أمس مستمر في مشاهدة التلفزيون was watching ده بالنسبة للشكل الرابع من الفعل as بالشكل اللي هو بإضافة s على base اللي خدناها في الأول خالص ده بيستمر في المدارع البسيط مع third person singular بس she works hard يبور bad words حطنا la s she plays the guitar يعني بتازف على الكتور ولو في فعل في wife الآخر قبلها ساكب نخليها a a s يعني مثلا cry يبقى cries يبقى the baby cries loudly يعني الولد بعيد بصورة علي وساعات يبقى الفعل المطيب s ch sh x كل يدول بنحط es es ok يعني بنقول مثلا the mechanic fixes the car fixes يعني بيصلح السيار fix من متعب x فبنعطلها es على base تمام ده بنسبة للخمس أشكال اللي عمدين للفعل اللي هما base past simple past participle present participle third person singular بالكد احنا عارفنا أشكال الأفعال كلها إن شاء الله أنا أخد حاجة ثانية عن الأفعال في فيديو جديد إن شاء الله أشوفكم على خير اللي ما كانش اشترك في القناة يشترك لأنه يستفيد إن شاء الله وتابعونا وما تفوتوش الحلقات اللي فاتت لأنها مهمة ويريد اللي يعجبوا الفيديو يعمل لايك لي ويعملوا شير عشان الناس كلها تار في القناة وتشتري فيها وتكبر بيكم إن شاء الله أشوفه في الجديد مع الناس متهم وعلى المشي